وان فضل مساء الخير احبائي ومشاهدي ومتابعي الصحة والجمال في كل مكان واولى حلقات نبض الملاعب مع احمد شهاب نبض الملاعب مع احمد شهاب احدث الاخبار الرياضية واهمها على الصحة الرياضية هنناقش قضايا كتير جدا جدا منها الايجابي ومنها السلبي هنكون صوت المظليم هنا في الصحة والجمال وخاصة في نبض الملاعب مع احمد شهاب اولا بنبارك للمنظومة الرياضية المصرية الحالة الجميلة اللي شفناها في انترو او افتتاح الدوري المصري الممتاز وقص الشريط بمباريات الدوري الممتاز ونادي الزمالك ونادي المصري واتتهت بفوز نادي الزمالك بهدف محمود على المهم في الموضوع المهم في الموضوع ان المسئولين عن الرياضة المصرية وقبل المسئولين عن الرياضة المصرية نتكلم ولازم نشيد بدور المسئولين في مصر من اول رئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء اللي اصروا ان مصر دولة كبيرة دورة عريقة ولابد عودة النشاط الرياضي زينا زي انجلترا وايطاليا وغيرها من الدول الكبرى خاصة في المجال الرياضي زي ما شفنا وتابعنا وسمعنا هناك العديد من الدول لغت النشاط الرياضي خوفا او عدم قدرتها على التنفيذ خاصة في ظل جائحة اكتاحت العالم كله وزي ما بيقولوا كده ما خلتش لأي حد حاجة لكن مصر بقيادتها السياسية والرياضية اصرت على عودة النشاط وعودة الروح للملاعب المصرية زي ما قلنا الدوري الممتاز المصري توقف عند الرقم في الاهداف اولا للتلتمية تمانية واربعين هدف مر على الدوري الممتاز توقف اكتر من مية خمسة واربعين يوم وي مية سبعة وخمسين مباراة يعني الدوري المصري ممتاز عند الرقم مية سبعة وخمسين توقفت بسبب جائحة او توقف بسبب جائحة كورونا وبعدين جينا نبص على الاهداف لقينا كان الرقم تلتمية تمانية واربعين وتوقفت عجلات او عدادات الاهداف الدوري المصري ولكن بمشيئة الله وقدرة المصريين دائما عاد الدوري المصري الممتاز وبهدف محمود علاء اصبح تلتمية تسعة واربعين هدف وبدخلنا في المباراة المية تمانية وخمسين والبقية تأتي هي دي مصري يا جماعة وهو ده معدن المصري الاصيل نتمنى 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 باذن الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكملها معانا دايما على خير نروح بقى الحاجة المهمة يعني قبلتنا حاجة سلبية كده مع اول عنوين واخبار ومنشتات عندنا مشكلة كبيرة اوي 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 مع ظهور اول يوم يعني فرحنا اوي بعودة الدوري الممتاز ودي حاجة مهمة اوي لكن للأسف من زي ما بيقولوا كده من البداية بدأت الاعتراضات على التحكيم المصري التحكيم المصري يا جماعة اداء او عامل رئيسي في المنظومة العامل المصري بدون تحكيم لا يوجد رياضة مصرية وما فيش كرة قدم مصرية هتقوم لا لازم نشجع حكامنا المصريين جه عن طريق اعتراض نادي المصري ونادي سموحة اعتراضهم لاتنين عن حكم محمد عادل اللي قدار مباراة الزمالك والمصري بعد ما انتهت المباراة قدم نادي المصري ونادي سموحة طب انا مش عارف نادي سموحة لسه ملعبش بيقولك لا انا عندي وقعة سابقة مع هذا الحكم ولكن الموضوع دخل في حتة البداية كده بنعترض على التحكيم ده ما ينفعش اللي عجبني بقى في الموضوع رد قاطع وبيان ما استناش بقى يوم واثنين وثلاثة زي ما كنا بنشوف زمان كان زمان اتحاد الكرة مصري بيفضل مستني 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 وبعد كده يضرب بلونات اختبار لكن كان فيه بيان رسمي بالامس وكان مساند للجنة الحكام وقال لن نسمح بالاعتراض على التحكيم المصري ومش هنسمح برضو بالتدخل في مشاركات الحكام في مباريات الدوري الممتاز شابو شابو للجنة الخماسية بدعمها للجنة الحكام كابتن واجيه احمد وكابتن عزب حجاج اللي بيقوده لجنة التحكيم المصرية وده مهم جدا 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 ان يكون فيه زي ما بيقوله بيان كان راضع ان مفيش خلاص مفيش اعتراضات على التحكيم لا والاجمل واللي عجبني واسلك صدر معظم الاعلامين اللي بيشتغلوا في الحقل الرياضي اللي عجبني اكتر ان كمان بيدرسوا دلوقتي توقيع عقوبات بيدرسوا توقيع عقوبات على مسؤول او لاعب في اي نادي يصرح لوسائل الاعلام عن انتقادات اعلامية في الاعلام عن انتقادات التحكيم والحديث عنه بالشكل غير لائق هيكون فيه عقوبات اما بالغرامة اما بالاقاف او الاتنين معا برضو لازم فدي موضوع زي ما بدأنا وفرحنا جدا جدا بعودة النشاط الرياضي والدوري الممتاز وبقية الاقسام باذن الله هنتكلم عن بعض كوالسها لكن ده كان لازم نقولها في انترو البرنامج او انترو الحلقة اللي احنا نتكلم عن موضوع الحكام ومسندة الحكام المصرية قبل ما نطلع على الهواء مباشرة خالص التعازي لأستاذ عمر الجنيني في وفاة شقيقته قصرة البرنامج وقصرة قناة الصحة والجمال تقدم بخالص التعازي عايزين بقى نبدأ اولى فقراتنا او اولى الفيديوهات بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هيكون معانا دايما باستمرار منشتات واهم العنوين اللي حصلت خلال الاسبوع اللي فات مع الصوت الرائع يارا دين نروح للمنشتات ونرجع داني الحياة للدوري المصري الممتاز الخماسية اتجاه لإلغاء مساحات الممتاز رمضان صبحي خارج حسابات الاهلي بعد الفوز على المصري الزمالك يقفز للمركز الثاني مساحات فيروس كورونا تدخل اندية الممتاز به انطلاق القسم الثالث والرابع منتصف اكتوبر رجعنا لكم بعد ما شوفنا وسمعنا اخر منشتات وعنوين نبض الملاعب مع احمد شهاب وكان اول عنوان زي ما قلنا عودة الحياة للدوري المصري وان شاء الله مكملين وبإذن الله على خير نروح بقى بسرعة لاخبار النادي الاهلي سريعا كده المشكلة الكبيرة اللي خلت الجهاز الفني بقيادة فيلر عنده ازمة كبيرة وغضب شديد جدا والغضب ده يعني بلغ بيه اقرب المقربين اليه بعد ما بلغ لجنة التخطيط بيه وهو عدم مشاركة رمضان صبحي خلال الفترة القادمة مع النادي الاهلي اذا كان في الدوري الممتاز او دوري الابطال الافريكي ليه الموضوع دوت لان طبعا رمضان صبحي كان معار من هيدرسفيلد طبعا عارفين مد اعارته مرتين المرة الاولانية كانت ست شهور تمنمائة الف جنيه سترليني ثم مدد النادي الاهلي تعقده لمدة موسم كامل من 2019 بمليون وستمائة الف جنيه سترليني طبعا بعد التوقف بعد جائحة كورونا اتحاد الدولي كان رسم خريطة زي ما بقول ولكن مش الزمية وبلغ الاندية ان فترة التوقف بسبب جائحة كورونا ممكن يكون اي لعيب معار من نادي النادي اخر يكون فيه فترة يعني زي ما بقوله فترة تعويضية زمنية عن فترة التوقف ولكن ما كانتش الموضوع الزمي فقالك الموضوع ده يبقى ما بين نادي وما بين نادي اخر فمفروض كان النادي الاهلي يخاطب هيدرسفيلد ويقوله ان خلال التلات شهور التوقف لازم ان يكون فيه تعويض زمني ويكون فيه اتفاق النادي الاهلي لم يخاطب النادي الانجليزي اللي دلوقتي بيلعب فيه القسم الثاني في الدوري الانجليزي فدلوقتي الازمة بقى بنت اكتر عندما ارسل هيدرسفيلد خطاب للنادي الاهلي بيقول للنادي الاهلي انا محتاج رمضان صبحي ويكون عندي يوم 10 اغسطس خاصة بعد انتهاء فترة اعارته النادي الاهلي كان قابليها خاطب اتحاد الكورة موقف رمضان صبحي ايه اتحاد الكورة قال له ما ينفعش انك رمضان صبحي يشارك في مباريات الدوري الممتاز الا بخطاب رسمي من هيدرسفيلد بتمديد الاعارة وفي حالة مشاركة رمضان صبحي مع النادي الاهلي يخصم 6 نقاط رسمية من رصيد النادي الاهلي النادي الاهلي بقى فيه بعض التساؤلات كده هل فعلا اتأخر فيه المفاوضات مع هيدرسفيلد ولكن النادي الاهلي رد وقال احنا ما زلنا فيه المفاوضات الرسمية وعلمت نبض الملاعب من اقربين في النادي الاهلي من مصادر موسوقة جدا النادي الاهلي قال همد فترة الاعارة او هنشتري نهائي ولكن النادي الاهلي كان اقدم عرض اخر عرض ليه 3.5 مليون جنيه استرليني والنادي هيدرسفيلد كان واقف على 4 مليون جنيه استرليني وكان عرض النادي الاهلي الاول 2.5 مليون جنيه استرليني فالموضوع كان بدأ يكون قريب لكن هيدرسفيلد عشان زي ما بيقوله باللغة العامية يسخن النادي الاهلي قاله انا عايز رمضان صبحي يجيلي مع ان العقده مع هيدرسفيلد لان هيدرسفيلد واخد رمضان صبحي من ستوك سيتي فباقي من عقده موسم واحد فمن الافضل ان هيدرسفيلد يبيع لنادي الاهلي واستفاد بهذه الفلوس زي ما اتكلمنا في الانترو عن الرد القوي الجميل اللي احنا شفنا من الاتحاد الكرة عبل البيان في دعم التحكيم المصري هنروح لمدخلة مهمة جدا 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 في هذا الشأن والاطار مع حكم دولي وخبير تحكيمي ومحاضر دولي في الاتحاد الافريكي الملك الكابتن محمد فاروق بنرحب بيك كابتن محمد منورنا ومشرفنا كابتن محمد تاريخ كبير في التحكيم المصري يشهد لك الجميع حكم دولي رفع راية التحكيم المصري محليا وقريا ودوليا رأي حضرتك كابتن محمد في البيان والاول مرة يحصل منذ فترة كبيرة قوي بيان بسرعة لاتحاد الكرة المصري في دعم التحكيم المصري بعد الاعتراضات اللي تقدمت من خلال نادي المصري ونادي سموحة اولا طبعا موقف رائع من اللجنة الخماسية والاتحاد المصري في القرص القدم بصراحة يعني طبعا هو ده احنا عاوزينه وانا دايما الحكام يكون وراهم اتحاد قوي يدفع عنهم وده اللي احنا بنطلب به على طول عشان كده القرار ده يمكن اثلج صدور جميع كل الحكام وبداية موفقة للاجنة الخماسية لإصدار هذا القرار وان شاء الله القرار ده يكون ليه تبعياته انه مفيش اي حد يتدخل فيه او مش يتدخل او يكون في اي تعليقات على التحكيم المصري عايزين زي اغربة بالضبط يبقى التحكيم لهبته ولمكانته وده اللي ينجح الدولة المصري ان شاء الله وبرطو التحاد الكرة اعلن ان دلوقتي هو بصدد عمل ليحة فيها عقوبات لمن زي ما بيقولوا يصرح بخلال وسائل الاعلام انتقاد للتحكيم المصري يعني هيحط غرامة او عقوبات طبعا قرار رائع طبعا وده زي انت بتقوله هيكمله بالقرار وغيوده وده اللي هيخلي التحكيم المصري ان شاء الله يتبطن هيكون ليه شأن كبير جدا هو ده النقطة اللي كان نحتاج للتحكيم المصري التحكيم المصري عنده كل المقاومات التحكيم رائع من كل الاسباب اللي اتخلي التحكيم المصري وانصر مهم جدا كان بيحتاج ان هو يكون وراه اتحاد قوي لان احنا دايما بيقول ان الحكام هم الاولاد الشرعيين الاتحاد الكرة هم هو منتخب مصر الاتحاد دايما بيدافع منتخب مصر وبيقع كرة المنتخب لكل طولاته كل محتاجين ان هو قرى الحكام وهي بدأ الاتحاد المصري واللجنة الخماسية بداية قوية وان شاء الله يعود على التحكيم وعلى قرى المصرية بالخير ان شاء الله كل خير ان شاء الله وحضرتك نورتنا وشرفتنا يا كابتن محمد وان شاء الله في لقاءات هاتفية وهنا برضو معنا في الستوديو قريبا بإذن الله ان شاء الله شرف لي يا كابتن محمد مدخلة مهمة من حكم كبير وخدنا في القصة دي وبرضو لازم برضو نقول حاجة مهمة جدا كابتن أمين عمر دخل خلاص في حتة القايمة الأولية للحكام اللي هم مرشحين لإدارة كأس العالم 2022 عايزين نجري بأخبارنا بسرعة بعد انتهاء يعني زي ما بقولوا خلاص النادي الأهلي خلاص بدأ يجري في موضوع رمضان صبحي ورمضان صبحي في الحتة دي زي ما بقولوا النادي الأهلي يعني واخد على خطره من رمضان انه اليومين اللي فاتوا دول بالزبط رمضان صبحي قال انا نفسي احترف في أوروبا وكان ده كان عكس كلامه لما قال انا هبقى في النادي الأهلي للمدة زمنية حد يجي لي عرض قوي فهو في خلاف في الرأي ما بين رمضان صبحي خلال يومين بالزبط غير رأيه قال لك انا عايز احترف في أوروبا وقبل كده عايز اكمل حكايتي مع النادي الأهلي فيلر خلاص اعطى الضوء الاخضر لجيراردو الانجولي انه هو خلاص يشوف عرضه والنادي الأهلي جاب فعلا لجيراردو اكتر من عرض عربيو لكن جيراردو رفض هذه العروض لعلمه ان النادي الأهلي بيحتاج انه هو يخلص او يفضي من قائمة اللاعبين الاجانب لاعب بحيث انه يحط مكانه اذا كان وليد ازارو او لعيب اخر فعشان كده جيراردو بيه ماطل عشان يطلع في ريه من قائمة النادي الأهلي فيلر برضو زي ما قلنا خلاص النادي الأهلي بيستعد اللقاءه غدا امام امبي في قص شريط مباريات النادي الأهلي في الدوري الممتاز سريعا نجري ونروح لاخبار نادي الزمالك بعد الفوز على النادي المصري قفز من المركز الرابع للمركز التاني برسيط 34 نقطة محمود علاء الهداف المدافع احرز هدف المباراة احصائية سريعة وبسيطة عن محمود علاء هو دلوقتي محمود علاء اصبح تاني الهدفين التاريخيين للدوري المنتاز منذ 98-99 احرز 37 هدف من خلال لعبه احرز هدف في مباراةه ال 206 في الدوري المصري الممتاز احرز هدفين مع حرص الحدود ايام ما كان بلعب مع حرص الحدود و 10 اهداف مع وادي دجلو 25 هدف مع القلعة البيضاء ليه ييجي في المركز التاني لان فيه مدافع ايضا تاريخي احرز 49 هدف محمود فتح الله ولكن محمود فتح الله لعب 300 مباراة او ما يقرب من 300 في ناس يعني الارقام اللي معانا بتقول 297 يعني ما يقرب من 300 هدف فدي حاجة كويسة جدا اللي محمود على المستشار المرتضى منصور قال حاجة غريبة جدا طبعا هو عامل خصومات فيه عامل خصومات على اللاعبين فقال الخصومات اللي موجودة عشان توصلها او ان نتغادى عنها يبقى لازم على الاقل تكون في المركز الاول فانا بقول لستة المستشار صعب جدا لان فارق النقاط بينك وبين الاهلي بعيد اوي اخبار الكسم التاني اخبار الكسم التاني والممتاز به خلاص اعلنوا عن انطلاق المساحات من اليوم خلاص فيه مساحات لاندية الدوري الكسم الثاني لانطلاق الدوري فيه 20 ستمبر القادم وخلاص فيه بدأت الاندية من اتداء من النهاردة المساحات وفيه برضو تصريح غريب كان قاله الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية وقال ان ليحة الصعود وليحة الهبوط هتكون مع ختم الموسم لعدم تهاون الفرق فاعتقد ان كده كان من الاول زي ما قلنا القرار منقوس استقناف الدوري الممتاز ولكن لابد ان يكون بنفس الشروط اللائحية اليوفينتوس وريال مدريد خارج سرب دوري ابطال اوروبا والنهاردة مباريات برشلونة ونابولي ومرقاء الزهاب كان واحد واحد بايرني وتشيلسي وكان الموضوع صعب جدا على تشيلسي اللي اتغلب او خسر بتلت اهداف على ملعبه فالاقرب هو بايرن ميونيخ حلقتنا حلقتنا يعني جريت بسرعة وان شاء الله الاسبوع القادم هنحاول نجيب لكم احدث الاخبار واهم الاخبار على الساحة الرياضية كل شك لفريق العمل والمبدع المخرج الجميل الاستاذ وليد عمارة ونشوفكم الحلقة الجاية